كله عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي المجري النهاردة ضيفنا الليلة هو واحد من الضيوف المسيرة للجدل لان هو في الاصل بشراج الرياضة تقول لي طب هستضيفه ليه اقول لك لان هو راجل ليه مجاله المتقلق فيه وهو المجال الاصطناعي طب ايه اللي بيربط الصناعة بالرياضة حتى في الصناعة بتاعته هو اصبح مركة مسجلة واصبح ليه مواصفات وقمته وسمعته في السوق المصرية وغير المصرية حاجة بسم الله ما شاء الله ربنا يكرم وهو كسف بالصناعة بتاعته وعدين بعد ما كسف بالصناعة بتاعته هل الرياضة جذبته ليه هل هو الرياضة او الصناعة عارف يمجد الاتنين في بعض حاجات غريبة قوي يعني لكن لما تبص لضيفنا النهاردة واحنا بنتكلم معاه وفي مجاله اسواء الاصطناعي حتليه بيعشق الرياضة عشان كده هو لم يكتفي بمشاهدة او تشجيع للرياضة بل اقتحمها بقوة من خلال سباءات الخيل برئاسة الهيئة العليا لسباء الخيل تولاها يعني ثم تولى رئاسة نادي الجياد ودخل بقوة على بعد كده على نادي سموحة هتقول لي هو وضيف ده هقولك لا لسه لما دخل على نادي سموحة ألب كيانه حوله إلى مؤسسة رياضية واجتماعية كبيرة قوي هتقول لي طب هو ما الرجل الصناعة وما الرياضة هقولك الرياضة دلوقتي بقت صناعة وبقت إدارة الرجل في مكانه الصناعي كان بيدير مصنعه وبقولك بقى امريكا مسجلة على مستوى الوطن العربي يمكن العالم ومصر وبعد ما اقتحم مجال الرياضة وبدأ يعمل أبطال بيعمل أبطال إزاي بيعمل أبطال بقول لكم عشان كده احنا مع شخصية سكندرونية عاشقة البحر الأول فيها صفاته وأهمها العطاء بقوة والإنتاج الكبير في كرة القدم طب هل كرة القدم ضلطه عن الاهتمام بالصناعة ولأ ده بالعكس اهتمامه بالألعاب الأخرى غير الصناعة ودخل في رياضة صنع فريق كرة بالنادي سموحه وحقق به نتائج كانت غير متوقعة واللعبة لم تكن قوية في النادي لما جيه هو غير من شكل النادي ومن شكل الفرقة اهتم بكرة القدم هل اهتم بكرة القدم وبقى الألعاب الثانية عشان كرة القدم هي الراونة قوية اللي تبقى عليها صبوط باستمرار هقول لك لا ده عمل بعد كده كوادر موجودة داخل نادي سموحه كوادر دي المين دي المصر عمل نجوم كتير جدا في جميع الألعاب المختلفة سواء الألعاب الجامعية أو الألعاب الفردية هو مش مجرد فريق اللي عمله ده كان مجرد كومبرس في فريق كورة القدم على مستوى الكبار في مصر هنا لحد ما وصل فيها اشتغل بقول لكم الرياضة بقت علم الرياضة بقت علم وصل في بعض الفترات الفرقة دي إلى منصات التتويج طبعا الرياضة فيها حظ فيها بكسة وفيها حصار هو حظه كان وحش شوية في التتويج وكان قريب جدا من بطولة كان أحق بيها لكن احترامه للجميع لم يكتفي بذلك بل عمل في مجال كورة القدم مثل الجواهرجي بتقول لي آه زي الجواهرجي ليه بتقول بقولك الجواهرجي لأن كان بيجيب اللعيبة اللي هي موجودة في هنديتها التانية اللي غير معترف بيها في هنديتها وهو بيجيب زي قطع الدهب وبيلمحها وبيوصلها للرونق بتاعها بشيل من عليها يدوبك التراب وبعد كده بيبدأ يهتم بيها بيبدأ بيجاهزه كويس بيبدأ يعده كويس من النادي بتاعه اللي هو بياخده سواء إعارة أو بيع وبيبيعوا بعد كده بتمن عالي جدا 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 فبيتعاقد معهم على سبيل الشراء أو الإعارة وبعد كده لما بياخدوا الفرصة كويسها اللعيبة دي وتوهجوا ويتقلقوا في كثير في كثير من اللعبين تحولوا إلى نجوم على أديه هتقول لي إزاي أي وانا ما أنا بقولك هو واخد بالظبط زي حيط الدهب عليها تراب بيمسحه بنظفها ويحطها في علبة حلوة وبيعرضها للبيع طب ما العيب ده كان عندنا قبل كده وما كانش متقلق ما كانش متقلق طب إزاي هو بقى ليه طريقته هل يستغل الصناعة في الرياضة هل الإدارة هي إدارة واحدة بين الرياضة وبين الصناعة عشان كده هو اتحول إلى تاجر للبيع بيشتري وبيحقق مكاسب كبيرة وحدث كتير قوي 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 وهو طبعا مش عاوز أحرق الكلام ده كله لأنه هو عنده حاجات كتير جدا مش بقولكم هو شخصية مختلفة النهاردة ضيفنا لما هنتكلم معاه هو بعض الناس تقولك ايه هو بيعشق النادي الأهلي أنا برضو هنسأله الفعل أنه هو بيعشق النادي الأهلي وكان بيجيب هو بيزي بقولكم هو رجل صناعة و رجل صناعة وصناعة تقيلة وسكندراني وفي نفس الوقت هو بيعشق القلعة الحمراء و بيعرف يبيع ويشتري في اللعبين خلق من نادي سموحة حاجات كتيرة جدا الله طيب ما هو اش معنى في اسكندرية ما راحش النادي الأولمبي أو الاتحاد أو نادي سبورتين ليه ما راحش كده الأندية دي والأندي دي أصلا كان كبير لا أهو راح للنادي مغمور وطلعوا معاه وفضل معاه لحد ما خلاه بقى نادي ليه كيان على مستوى الرياضة المصرية وحقق بنتايج وحصدوا وحش فيه بعض الفاينال مع فرق الأهل أو الزمالك لكن هو النهاردة هيحكي على كل حاجة عشان كده بقول لكم بردمجنا هتلاقوا فيه كل المجالات النهاردة بنرحب بيقضفنا المهندس فرج عامر اللي حيكون ليه حاجات مختلفة ومسيرة جدا تعالوا نستقبله ونعرف منه كل حاجة لإن أنا فيه حاجات عاوز نستقله عليها كتير وإنتوا عندكم حاجات أنا هسألها له ونعرف في جعبته إيه وهيقول عليها إيه وقال هو من صغره كان أهلاوي هو أسرته وقال لا تقرب للرياضة عشان للنجومية ده اللي هنشوفه منه تعالوا نستقبله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة